هل يسد غيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله لما خلق الخلق ابتلاهم واختبرهم ومن البلاء والاختبار أن ينزل عليهم فتن وابتلاءات فينقسم الناس نصفين نصف يصبر عليها ويرضى عليها ونصف آخر يجزع من المصيبة إذا نزلت بل ويسخط وربما يكفر بخالقها جل جلاله ومقدرها عليه انقسم الناس نصفان نصف صابر ونصف جازع فهل يستويان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام بالصبر ابتلي وأوذي حتى قال لورقة أو مخرجيهم يعني قوم اللي يحبوني ويسموني الصادق الأمين قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي كم أوذي صلى الله عليه وآله وسلم خنق شتم ضرب هذا كله في مكة رموا على ظهره سل الجزور قذارات من الناقة رمي بالحجارة بصق في وجهه طعن عليه الصلاة والسلام حتى كادوا أن يقتلوه والله عز وجل ينزل عليه واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم وَلَا تَكُفِي ضَيِّقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ أوذي عليه الصلاة والسلام وقدر الله عليه البلاء كل أولاد من الذكور قبض الله أرواحهم وهم صغار ترى صعب أصعب بلاء على الإنسان أن يموت ولده صعب وهن يبين الصبر ترى يبين الإنسان بصبرة إذا الله يحفظ عيالكم إذا لا قدر الله توفي واحد من الأولاد أصعب شيء أبناؤنا أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض فلما مات أحد أبنائه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وإن لله وإن إليه راجعون شوف على الطرف الآخر امرأة ما صبرت كان ولدها للتو مات وهي عند قبره تصيح وتبكي فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت ما تدري من كثر المصيبة والهم اللي هي فيه قالت إليك عني إليك عني واخر عني إنك لم تصب بمصيبتي تما جربت الولد لما يموت فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خلاها قالوا ويحكي ما قلتي هذا رسول الله فذهبت إليه تعتذر فقال لها يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما ينزل الخبر لما تأتي المصيبة ينقسم الناس نصين نص صابر وربما أعلى من الصبر راضي بعد وما يقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون وصنف آخر ليش يا ربي شمعنا أنا أنا شنو سويت عشان يصير فيني شري هذا كل دليل على عدم الصبر هل يستويان الصابر والجازع أما الصابر الله يقول عنه وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا من يتذكر هذا الكلام عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون صنف الآخر هلوع جزوع إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع سمعتم بمرأة اسمها الخنساء شوفوا الحالين وهل يستويان هذين الحالين قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل الإسلام مات لها أخ اسمه صخر كانت تبكي على صخر كل يوم من الصباح إلى أن تنام تجلس من الفجر حتى طلوع الشمس وتجلس تبكي إلى الليل على موت من موت أخيها أي جزع هذا وكانت تشعر شعرا ومن شعرها كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي يا الله أي جزع هي فيه ما عندها ذر من الصبر أسلمت هذه المرأة وحسن إسلامها وفي عهد عمر في معركة القادسية ودعت أربعة من أولادها الكبار ليجاهدوا في سبيل الله وذكرتهم بالله وانتظرت المعركة شوف الفرق بين حال وحال هل يستويان وما إن انتهت المعركة إلا وجاؤوها بالخبر أيتها الخنساء تقبل الله أبناء كل أربعة قبضهم الله شهداء هل صاحت هل بكت هل اعترضت شوف الفرق بين الحال الأول والثانية قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت اللهم تقبلهم عندك شهداء واجمعني بهم في جنات النعيم ولم تزد على هذا إنه الصبر وذاك هو الجزع وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بعض الناس إذا قال له الطبيب للأسف التحاليل تثبت وقد أعدناها مرتين وثلاث أنك مصاب بهذا المرض إنا لله وإنا إليه راجعون في ناس تنهار في ناس تصرخ في ناس تسب الطبيب وتجتمع وهو شنو ذنبه في ناس تلعن في ناس تعترض ما يصير ليش يا رب أنا يصير فيني كذي أما الصالحون فانظر إليهم أبو بكر الصديق دخلوا عليه وهو مريض كان في مرضه الأخير قبل وفاته فقالوا لأبي بكر الصديق ألا ندعو لك الطبيب نادي لك طبيبي عالجك فقال لهم الطبيب قد رآني بكل هدوء شوفوا الصبر قال الطبيب قد رآني قال وما قال لك شنو قال لك الطبيب قال قال إني فعال لما أريد إني فعال لما أريد وبشر الصابرين ما في إنسان على الأرض إلا وستنزل عليه مصيبة لكن ليش تنزل المصائب عشان تميز الناس عشان تقسمه من الصين نصف صابر يجاهد نفسه ويتحمل بل ويرضى بقدر الله وصنف يجزع ويسخط على قدر الله ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني ليش ننزل البلاء علشان نشوف الصابرين من الجازعين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وهكذا يبتل الناس فيبتل الله أخبارهم ويفضح بعضهم ويثبت آخرون فهل يستوياني المثلا الفرق بين الصبر والجزع أن الصابر راضي بقدر الله عز وجل مؤمن بحكمته جل جلاله ممسك لسانه و جوارحه عما يغضب الله أما الجازع فكأنه معترض كيف يحصل لهذا الذي حصل كيف أفقد أموالي كيف أصاب بهذا المرض كيف يقبض حبيبي وصفي كيف يحصل لهذا البلاء كأنه معترض على ربه جل جلاله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر يعني ألذ شيء في الحياة أنك تصبر ولهذا قال الله عز وجل في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة لماذا دخلوها وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا هذه الجنة جزاء لصبرهم هذا رجل مشلول يقول أحد الصالحين مررت عليه رجل أعمى شل جسده ما يقدر يتحرك وفقد بصره على فراشه طريحا يقول فسمعته يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا فقلت له يا فلان فضلك على أي شيء أنت مشلول وأعمى وعلى الفراش وفقير قال أليس لي قلب أليس لي قلب مؤمنا مؤمنا ولسانا ذاكرا قال وماذا يعني قال أنا خير ممن خلق الله من كثير من خلقه وفضلني عليهم تفضيلا هذا رجل اسمه أو أبو ذؤيب الهذلي شاعر مخضرا في عهد عمر بن الخطاب كان في الشام فقد هذا الرجل سبع من أولاده في يوم واحد ترى أصعب شيء في الدنيا فقد الولد والإنسان ربما يعني يصبر على فقد المال يصبر على فقد أخ على فقد أب وأم لكن فقد الولد أصعب شيء أكبادنا تمشي على الأرض يقولون فقد سبعة بوباء أصابهم فماتوا في يوم واحد قيل أربع وقيل سبعة فقال شعرا يعزي نفسه ويرثي أولاده أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع جزعت ولا ما جزعت ترى الدهر مراد عليك القدر ماشي ماشي وقضاء الله نافذ نافذ وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطائك لم يكن ليصيبك صبرت ولا جزعت ترى نفس الشيء بس إذا صبرت لك أجر وإذا جزعت خسرت الأجر قال أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع ثم أخذ يذكر أبناء ثم قال ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فالعين بعدهم كأن جفونها سلمت بشوك فهي عور تدمع وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع يعني ترى أنا اللي مصبرني عشان ما يتشمت فيني الناس وماسكني أفسي احتسابا للأجر وإلا فيني من الحزن ما فيني إنه موت الولد مرت أعرابية على بيت ناس يصرخون فقالت ما الذي جعلهم يصرخون هكذا قالوا فقدوا قريبا لهم عندهم واحد مات قال لا أراهم إلا على ربهم معترضين وعلى قضائه ساخطين يعني كل هذا الصراخ ليش؟ الواحد حتى لو يبكي يجوز تدمع عينه ما يخالف يحزن طبيعة البشر لكن ليش الصراخ؟ ليش النياحة؟ لماذا شق الجيوب؟ لماذا لطم الوجوه؟ لماذا السب والشتم؟ يا أخي مات حبيب؟ أصبر جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لعبدي ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا يعني حبيبه في الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة الله أكبر يقول ليس له أجر إذا احتسب فقد الحبيب إلا جنة عرضها السماوات والأرض وفي حديث آخر من فقد حبيبتيه يعني عينيه ثم صبر عوفته بهم الجنة وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما الذين جزعوا فإن الميت لن يرجع لهم والمال ما راح يعود والمرض ما راح يزول إلا إذا قدر الله يعني البلاء فيك فيك والأجر راح عليك شفت الفرق الآن يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد سؤال لو قطع الرأس ينفع الجسد وهكذا لو ذهب الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول رجل عن نفسه يقول كنت أتنقل بين قرية وبين مدينة يقول العمل وبيت والدي وأمي فكنت أذهب من هذا المكان لهذا المكان والطريق سعات بالسيارة فكل بضعة أيام أسافر وأرجع عند زوجة ولدين وبنت يقول في مرة من المرات أختي قالت سأذهب معكم يقول فأركبت بالسيارة معنا زوجتي وأختي ولداي وبنتي يقول حننا مستانسين في السيارة نقطع الطريق ساعات نتحدث نتسامر وأولادي الصغار في السيارة وأختي وزوجتي يقول فجأة حادث وقلبت السيارة يقول حاولت أن أدرك أولادي وزوجتي وأختي يقول الاثنان من أولادي توفوا في لحظتها وبنتي انشلت وزوجتي يقول أصيب في دماغها أصيبت في دماغها فيهبئين حياتي والموت يقول وأختي أدخلت في غيبوبة لا نعرف ما مصيرها تخيل يا عبد الله أخت زوجت كل أولاد يفقدهم في لحظة واحدة ترى ثوانها ثواني فقد الدنيا بأجمعها والمصيب أنه رأى أولاد وزوجت يحتضرون أمامه يقول جلست عند زوجتي وأختي وبنتي في المستشفى أياما طويلة ثم اضطرت بعدها أن أرجع للبيت يقول دخلت البيت فهو على حاله أرى وأسمع ضحكات أولادي أطفالي أشعر بزوجتي في البيت أشعر كأنهم موجودين لكن لا حياة في البيت بعد اليوم كيف سيصبر هذا الإنسان وبعض الناس والله يمكن لو دنانير يخسرها جزع بعض الناس لو ألم في راسه شوي صداع ما يتحمل ما في صبر بعض الناس لو شوك يشاكها تجد يسب ويشتم وأنا شحق يصير فيني وأنا شفت هذا الفرق بين المؤمن وبين الجازع الذي لا رضا له عن قدر الله عز وجل ولهذا قال الله عن المؤمنين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أخي الكريم أخت الفاضلة الناس عند نزول البلاء ينقسمون إلى نصفين نصف يصبر بل ربما يرضى على قدر الله ونصف آخر يجزع ويسخط على قدر الله عز وجل فاختر أي الطريقين تريد أن تسلك فإن القدر نازل نازل لكن الجزاء على قدر الصبر يوم القيامة الصابر والجازع هل يستويان؟ أما البلاء فلا بد منه وليستعين العبد بالصبر والصلاة كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يستعين بها سيأتي البلاء بلا شك على كل البشر بعضهم بشيء من الخوف بعضهم بالجوع بعضهم بنقص أموال بعضهم بنقص أنفس وفقد حبيب لكن العاقلة من إذا نزلت عليه مصيبة قال جملة عظيمة جدا من شطرين إنا لله نحن وأموالنا وأحبابنا وكل ما نملك كله لله فلما الحزن؟ والنهاية ليست في هذه الدنيا فنحن إليه راجعون فلما الحزن؟ من قالها من قلبه نال ثلاث جوائز صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ومغفرة وأولئك هم المهتدون فما أجمل الصبر على المصيبة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا الجور قرين للإنصار لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان لا الجور طريق للإنصار لا الصد طريق للغفران هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتا هل يستويان مثلا هل يستويان